اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن الكريملا ان التعاون العسكري بين روسيا والسعودية كان من بين المسائل المطروحة على جندة محادثات الملك سلمان مع الرئيس بوتين مشددا على ان التعاون بدأ وسيستمر وقال المتحدث باسم الكريملا ديمتري بيسكوف ان الاتفاقات العسكرية الموقعة تصب في مصلحة البلدين وليست موجهة ضد طرف ثالث تستعد القوات العراقية لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة منطقة قضائر وغرب الانبار من تنظيم داعش من جانبه اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار راجع بركات العيساوي تواصل الاستعدادات بتزامن مع قصف عنيف للطيران الحربي على معاقل التنظيم ما اسفر عن مقتل العشرات من افراد التنظيم افادت قوات الجيش الوطني بمقتل احد عشر عنصر من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بمحافظة التعز جنوب صنعاء وقالت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الجبهتين الغربية والشرقية للمحافظة عثرت السلطات الليبية يوم امس الجمعة على رفات واحد وعشرين قطيا مصريا كان قد بث تنظيم داعش قبل عامين فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرد وقال مكتب النائب العام الليبي ان الاجهزة المختصة عثرت على واحد وعشرين جثمانا وجدت مكبلة الاياد ومقطوعة الرأس وبالزي البرتقالي كما ظهرت في الاصدار الذي بثه داعش في الخامس عشر من شباط فبراير الفين وخمسة عشر قال البيت الابيض ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن ردود فعل امريكية جديدة على اختبارات ايران الصاروخية ودعمها للارهاب وهجمتها الالكترونية واكدت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض للصحفيين ان الرئيس لا ينظر الى جزء واحد من هذا الامر بل ينظر الى كل السلوك السيء من ايران على حد تعبيرها قالت هيئة الاعصير في الولايات المتحدة الامريكية اليوم السبت انها رفعت تصنيف العاصفة نيت الى اعصار من الدرجة الاولى وذكرت الهيئة في بيان لها ان الرياح المصاحبة لنيت تتحرك بسرعة 75 ميلا في الساعة تويج المنتخب الاسباني لكرة القدم مسيرته الرائعة في التصفيات وتأهل رسميا لنهائية كأس العالم 2018 بعدما وصل الفريق انتصاراته المتتالية وتغلب على نظره الالباني بثلاثة اهدف دون رد وحسما منتخب الارخة تأهله للنهائيات واكد صدارته للمجموعة رافعا رصيده الى 25 نقطة نهاية الموجز الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة